اكد الرئيس السيني شيجينبين على بروة التمسك بالتعاون متعدد الاحزاب وتطوير السياسات الديمقراطية الديشتراكية وتضامن والكفاح من نجل كسب الانتصار الحاسم لانجاز بناء مجتمع نرغيذ الحياة على نحو شامن جذلك خلال زيارتي التي قام بها الشيء اليوم الاحد الى عضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي شعب السيني المشاركين في دورة الاولى للمجلس الوطني الثالث عشر للمؤتمر الاستشاري من عضاء العابطة الديمقراطية الصينية وحزبي شيكونتان الصيني وشخصيات عائل الحزبية وعضاء اتحاضي المغتربين الصينيين العايدين لعموم الصين اكد شيجينبين وهو ايضا الامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوع الصيني على ضرورة التوطيض والتطوير بحزم لنظام التعاون متعدد الاحزاب ونظام التشاور السياسي بقيادة الحزب الشيوع الصيني لتقديم اسهامات اعظمة في سبيل انجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وتحقيق انتصارات عظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وشدد شيجينبين على ان الصين تغلبت على سلسلة من التحديات وعالجت كثيرا من المشاكل المزمنة العالقة خلال السنوات الخمس الماضية منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوع الصيني وذلك يرجع الى القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوع الصيني وجهود وحكمة الاحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية والمنظمات الشعبية واعضاء المؤتمر الاستشار السياسي للشعب الصيني واشار شيء الى ان نظام التعاون متعدد الاحزاب ونظام التشاور السياسي بقيادة الحزب الشيوع الصيني يعدان نظاما سياسيا اساسيا لا يتطابق مع واقع الصين المعاصرة فحسب بل يمثل اسهاما كبيرا في الحضارة السياسية البشرية واضاف شيء ان الاحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية واتحاد المغتربين الصينيين العائدين لعموم الصين قد بدلت جهودا في سبيل تنفيذ الاصلاح والانفتاح وبناء التحديثات الاشتراكية اشتركوا في القناة